بحث معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور ثاني زيودي وزير دولة لتجارة الخارجية ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع سعادة خالد جادسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بحثوا مجالات التعاون في تنمية السياحة الوطنية بهدف دعم مختلف الأنشطة السياحية في الدولة وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية رائدة ومتنوعة ومستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وأكد معالي وزراء الاقتصاد خلال زيارتهم لمقر الهيئة في الشارقة أن القطاع السياحي في دولة الإمارات هو أحد رهانات اقتصاد المستقبل ويمثل محورا تنمويا ثابتا ضمن الخطط طويلة المدى التي تتبنىها دولة الإمارات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة